سائل فضيلة الشيخ يقول بأنه لا يقوم بالسنن الرواتب ولا يؤديها بل يؤدي الصلوات خاصة في المسجد ولله الحمد ولكنه يترك السنن الرواتب لا ينبغي له أن يترك السنن الرواتب بل يحافظ عليها مع الفرائض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأرشد إليها فيحافظ عليها وقد ذكر العلماء أن ترك الرواتب بصفة دائمة أنه ينقص من عدالة الإنسان لأن تساهله في الرواتب يجرئه على تساهله في الفرائض